الراج يقول دكتور جرح الأول يعوفه جرح الجديد عيونك تشوفه خطية الرجل مات وما حد عرف شين الجرحين اللي يدمرنه بس مو مشكلة قصة العراق بيها مصداق والقصة باختصار تتعلق ببلد مسكين شلعوا أنيابه وصاروا يستبيحوا يوميا بس الأصعب لما انتجي أطراف سياسية داخلية تستثمر هاي الاستباحة بسراعات هوية خصومة مربط الفرس باللي صار البارحة بمنطقة سيدكان على حدود أربيل مع تركيا طائرة تركية مسيرة استهدفت عجلة لحرس الحدود الرواية تركية تدعي أنه كانت رايحة أو جاية من اجتماع عملي مع عناصر البككة نقول عجلة تابعة لحرس الحدود تماشيا مع الإعلام بس بالحقيقة العجلة تابعة للبيشمرقة اللي مارسون مهام حرس الحدود وبالنتيجة استشهد آمر رواء وآمر فوج وسائق العجلة طبعا الاعتداء سافر وغير مقبول ولو صاير بأي دولة كان انطرد السفير بس العراق مقرود وحالته حالة لهذا ما كان بيد الحكومة غير أن تلغي زيارة وزير الدفاع التركي لبغداد وتستدعي سفير تركيا للخارجية حتى تسلم مذكرة احتجاد شديدة اللهجة ما نريد نقسو بس اللي صاير من العراق اللي جنا نقول عليه حايطن صيص الظاهر أخيرا الله وفقه وشاله وحتى حيطانه وصار سفرتحه وفي رواية أخرى سفرتحي على قولتهم ياهو اللي عنده طلابه ويخصهم يجي حلها هنا فصائل مسلحة تقصف معسكرات أمريكية أمريكان يغتالون سليماني ويقصفون معسكرات الحشد داعش تاخذ الهداس البككة ياخذونهم ترخلة وهكذا دواليك مثل ما يقول العرب العاربة هذا هو جرحنا النرجسي الأول بس الأشد منه أن يتم استثمار الجرح بسوق السياسة وينفتح المزاد عليه والمقصود هو محاولة فريق معين إحراج الحكومة وتحميلها المسؤولية أو مطالبتها بما لا تطيق لمجرد أظهارها أمام الناس عاجزة وموقتها حركة العصائب مثلا بعد الحادثة طلعت بيان شديد طالبت بي الحكومة بوضع حد للقصف التركي وأن تعرض ملف الاعتداءات التركية أمام المجتمع الدولي والقانون الدولي وعليها أن تستخدم كل أوراق الضغط اللي يمتلكها العراق تقصد العلاقات التجارية وإذا عجزت الطرق السلمية نلجأ للرد الحاسم والقوي عملا بمبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم بيان فحواه مو جديد علينا وسبق أن سمعناه مرات ومرات آخرها بأيام عملية مخلب النبر وكان الموقف يعبر عن فريق سياسي كامل طيب المشكلة وين؟ الاعتداءات التركية سافرة فعلا وتستحق أكبر منه كموقف؟ هي نعم ما قلنا شي بس وينكم يا جماعة من نفس الاعتداءات تقريبا لما انتظر من إيران؟ ليش ما ستنكرتم مثلا قصف الحرس الثوري لأربع قرى بمنطقة حاج عمران قبل أقل من شهرين؟ وقبلها بسنتين قصفة مقر حزب كردي بكويس انجب والحجة دائما حماية الأمن القوم الإيراني اللي يمثل خط أحمر بالنسبة لهم شينو فرقهم عن تركيا؟ تركيا عدن فصاليين داخل الحدود العراقية ودطاردهم وإيران هم عدن معارضين وجاي تستهدفهم والعراق مستباح بالحالتين بس الصاير انو العين تشوف هاي وما تشوف ذيج وهس حزورة عبدالجبار الدراجي صارت واضحة الجواب الجرح الأول هو استباحة سيادتنا خارجيا والثاني تسييس هاي الاستباحة سياسيا ودكتور جرح الأول يعقفه جرح الجديد عيونك تشوفه تحياتي لكم عزاء المشاهدين حلقة اليوم حول الهجوم التركي الأخير على مدينة سدكان اللي راح ضهيته قائدين شهداء من الجيش العراقي ورحب بضيوفي الكرام اسماعيل كايا محلل سياسي تركي هيو عثمان محلل سياسي وصحفي من أربيل وسيد محمود الربيع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون مرحبا بضيوفي الكرام أبدأ أولا مع أستاذ اسماعيل هجوم سيدكان أغضب العراقيين كثيرا لماذا ترفض تركيا دعوات العراق بالتحاور وتلجأ إلى التعامل الفردي مع هكذا حالات فضل يعني في البداية هناك نقطة مهمة حتى الآن لا يوجد تأكيد نهائي ورسمي بأن هذه الغارات أو الغار الجوي أو الانفجار الذي حصل هو نتيجة غارات تركيا ربما يكون ذلك ولكن حتى الآن من الجانب التركي رسميا على الأقل لا يوجد تأكيد في هذا الإطار ولكن تركيا بشكل عام لا تنكر أنها تنفذ عمليات عسكرية بشكل دائم وبشكل مستمر في شمالي العراق هذه العمليات تأتي في إطار متسلسل والعمليات الجارية مؤخرة ضمن عملية المخلب النمر الجارية منذ أيام أو أسابيع في شمال العراق تركيا تشنغارات ولكن المهم الآن هو أن هناك متغير أساسي هناك قتلة من الجيش العراقي في شيء عن وكالة أناظول الرسمية أنه تم تحييد عنصرين من العمال الكردستاني فقط هذا شيء الرسمي هذا أعتقد لا يرتبط بالحدث الذي نتحدث عنه يوميا هناك إعلانات من وزارة الدفاع تنقلها وكالة الأناظول بدورها هي إعلانات لتحييد إرهابيين ضمن العمليات المتواصلة وهو أمر شبه يومي حتى أمس كان هناك العدد أكبر الحديث عن تحييد تسع إرهابيين ولكن هذه الحادثة بالتحديد بكل تأكيد سيكون هناك تعقيب رسمي تركي عليها عندما تتضح الأمور بشكل أكبر المتغير اليوم هو لأول مرة هناك استهداف للجيش العراقي هل تركيا من أولوياتها أو استراتيجيتها أو تصرفاتها أنها تستهدف الجيش العراقي على الإطلاق هذا موقف غريب أستاذ إسماعيل حقيقة موقف غريب من الجانب التركي أنه لحد الآن ليس هناك شيء رسمي ما عدا خبر على وكالة أناظل في حين أنه الجانب العراقي الحكومة العراقية رفضت زيارة وزير الدفاع استدعت السفير التركي يعني غريب أن يكون الجانب التركي ملتزم الصمد في هذا الموضوع يا سيد بكل تأكيد هناك حديث عن سيناريوهان أساسيات بكل تأكيد هذا يؤدي مؤشر أساسها لأن تركيا لا ترغب بالتصعيد ولا ترغب بالحديث عبر وسائل الإعلام وإنما ترغب بالحديث عبر القنوات العسكرية انقتل شهداء اثنين من الجيش العراقي هناك سيناريوهان السيناريو الأول يتعلق بأن ما حدث هو خطأ عسكري ربما إذا كان بالفعل هناك استهداف تركي ربما أن يكون هناك خطأ عسكري وبالتالي تركيا تعمل عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية وفي حال ثبت أن هناك قتل من الجيش العراقي بخطأ من الجيش التركي ربما تركيا تقوم بكل الخطوات اللازمة لتلافي ما حصل في هذا الأمر أما الاحتمال الآخر وهو أن هناك تقديرات من الجانب العراقي وأيضا مصادر تركيا غير رسمية أن ما جرى هو استهداف الاجتماع بين قادة من الجيش العراقي وبين عناصر من بيكاكاو مستغرب من هذا الرد كثيرا أستاذ إسماعيل ومستغرب أكثر من عدم موجود رد رسمي تركي لحد الآن قلينا أسأل أستاذ هيوة ما حقيقة ما حصل أستاذ هيوة معلوماتك كصحفي ومتابع في أربيل يعني أستاذ إسماعيل يقول لحد الآن ما ممكن أن نجزم أنه اللي حصل هو في يعني تحمله الجانب التركي تفضل تحية إليك بضيوف المشاهدين الكرام طبعا ما رأينا هو استهداف المباشر كان كان قتل بالعمد يعني بقصدية تم قتل الأبوبار الموجودين ببعض حرسي ما جرى صار اجتماع يا جماعة وأبدأ أسمع نفسكم يعني أريد من أحسن نفسكم يلا أنت متعود عندك خبرة تحملها تفضل اللي صار هو الثالث صار اجتماع بين قادة حرسي في هذه المنطقة في منطقة سيداكان وعناصر من حزب العمال الكردوساني المتواجدين في هذه المناطق موجب اتفاق جرى في السابق أعتقد عام 2012 عندما كانت هناك عملية سلام في داخل تركيا وصدر لهم أمر من زعيمهم المسجون في إمراري بالخروج من تركيا وهذا ما فعلوه وكان في وقتها السر الكبير الغير مرشي الذي يعرفه الجميع هو أنهم ذهبوا إلى مناطق كردوساني العراق إلى حين تنتهي عملية السلام أو يصلوا إلى اتفاق يصل حزب المناطق الكردوساني والدولة التركية إلى اتفاق في نهاية ارتباط العودة لهم هؤلاء متواجدين في هذه المناطق منذ زمن بعيد وحرس الحدود أيضا متواجد عندما شاهدوا هذه العملية التي يسموها مخلب مخلب النمر مخلب النمر قط مخلب النمر أي واتفر اللي صار بأنه الاستهداف كان كل ضد المدنيين والقرى في هذه المناطق فصار اجتماع بين قادة حرس الحدود وبعض العناصر من حزب الأمان الكردوساني المتواجدين هناك لإبعادهم للانتفاق على أماكن أخرى لتواجدهم بعيدا عن المدنيين وهذا كان مزمع أن يحصل بعد هذا الاجتماع ولكن يبدو أن الجيش التركي عندما رأى أن أحد الأهداف هو هدف حقيمة عالية بالنسبة لفرطبال عقيد فقرروا أن يستهدفوا العراقي الكردي والتركي والكل وما كان عندما يضحوا ما نراه هذا السكوت من البارحة لحد الآن عادة إذا كان هذا عندي أكثر من رواية أستاذ هيوة عندي أكثر من رواية روايتك قريبة إلى الرواية التركية اللي يقولون أكو اجتماع بين البككة وإحنا استهدفنا هذا الاجتماع في حين قائد العام القوات المسلحة عندها رواية القوات المشتركة عادهم رواية أخرى بس أريدك تعقب على كلام أستاذ إسماعيل لحد الآن لا توجد رواية تركية رسمية لحد الآن تماما وهذا يؤكد أن هذا لم يكن حطأ رسمي كانت عملية متعمدة وكانوا عرفوا بأنهم سيستهدفون الرباط العراقيين شون يعني عملية متعمدة شون يعني طبعا هم ضاربهم لعد شنون مو عملية متعمدة ولهذا البعض يقول في تركيا بأنهم لم يعرفوا أنه يوجد عراقيين معهم وما إلى ذلك هذا كلام غير دقيق عرفوا ذلك تماما وما يهمهم يعني ردود الفعل العراقية لا يمكن الجزء بهذا الأمر على الإطلاق يعني في تركيا ليس من سياستها أو استراتيجيتها استهداف الجيش العراقي على الإطلاق وهذا لم يسبق بالفعل لا يوجد عداوة أصلا لماذا يستهدفوا عناصر بالجيش العراقي لا يوجد عداوة أو استهداف عسكري تركي للجيش العراقي تركيا تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط وبالتالي ربما يكون خطأ عملياتي بكل تأكيد سيصدر تفسير عسكري وسياسي من تركيا وبكل تأكيد أنا متأكد أن منذ الصباح يوجد اتصالات مع العراق رسميا أم اتهام أن تركيا استعمدت استهداف عناصر من الجيش العراقي هو بعيد كثيرا عن الواقع لو كان هذا الخطأ عسكري وغير متعمد ساعات بعد الحادث كان أصدرت تركيا بيانة أو على الأقل اعتذار في العراق القضية الحقيقة الأساسية هنا أن تركيا تستخف بالعراق لا يهمها شاهدوا في السابق قاموا بقصف الكثير من المدينة تستخف بالعراق لو تريد تحافظ على أمنها لأن العراق بلد ضعيف القصة مختلفة أرجوك يا أخي عدنان أمن تركيا ليس في سيدكان ولا في قنديل أمن تركيا هو في أنقرة توجد قضية سياسية اسمها حقوق الشعب الكردي في كردستان تركيا أبسط الحقوق السياسية والثقافية غير متوفرة الكثير من أعراق البرلمان التركي الآن وأساء البلديات في مرات الكردستان تركيا زودت بهم في السجون فقط لأنهم استخدموا كلمة كردستان وهذه وجود حزب الأممال الكردستاني في الداخل التركي وفي فلاطق كردستان تركيا هو نتيجة طبيعية لهذه السياسات منذ تأسيس الدولة لا عفوا أنا لا أرغب بالمقاطعة بس أرجوك لا أرغب بالمقاطعة على الإطلاق ولكن توضيح نقطة مهمة يعني في تركيا هناك فرق كبير وواضح جدا بين الأكراد وبين تنظيم بيكاكا الإرهابي في تركيا هناك حقوق سياسية كامل للأكراد هناك أكثر من أربعين برلماني كردي في البرلمان التركي هناك حزب الشعوب الديمقراطية وكتلة برلمانية كاملة وديهم حقوق كاملة في تركيا ولكن حزب العمال تنظيم بيكاكا هو أمر مختلف تماما لا يجب الخلط بينهم بس أستاذ محمود الرباعي أرجوك خلينا أذهب إلى أستاذ محمود الرباعي وقيادة في حركة حصائب أهل عقل في بيانكم أستاذ محمود تدعونا إلى التصعيد تريدون حرب مع تركيا أستاذ محمود بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لك أستاذ عدنان ولوظيفيك والمشاهديك تركيا دولة جارة تربطنا بها كثير من الروابط بيننا وبينهم على الأقل على الأقل تبادل التجار بمقدار 20 مليار دولار يهم الشعب العراق ويهم الشعب التركي لا نريد حربا مع تركيا لكن نريد حكومة تركيا تحترم العراق الوشكلة العراقية مع تركيا محدودة بالاستهتار التركي السيد الضيف التركي أعطى صورة واضحة عن هذا الاستهتار عندما برر للأتراك عدم تقديمهم اعتذار ليس هذه المرة سيد الكريم الأتراك دمروا قرابة 60 قرية هم يحتلون مساحة تقترب من 400 كم داخل العراق دخلوا بعنوان ملاحقة الجماعة الإرهابية وهذه الجماعات هي نفسها جماعات الحزب العمال الكردستاني التي اتفقت مع الحكومة الكردية على أن تذهب إلى العراق وتسكن في هذه المناطق في عام 2013 بموجب اتفاقية السلام التي وقعوها معهم والآن شاءت الإرادة التركية أن يقصفوا ويستمروا بمسلسل هذا المسلسل ليس بجديد بدأ في نيسان 1983 واستمر طوال التسعينيات وفي 2007 و2008 وذهبت الداخلية العراقية في حين سيد جواد البولاني وقع اتفاق مع وزير الداخلية التركي على تنظيم هذه العملية عن تكون بموافقة الحكومة العراقية يكون هناك توغل أو ملاحقة بهذه العناصر ولكن الأتاق أصرهم على أن يدخلوا دون أي موافقة مدير المخابرات التركي زار العراق هذه معلومات زار العراق وقالهم إحنا راح نسوي هكي عملية خلوكم على الطلاع الحكومة العراقية تشبه الكلمات ساذ عدنان هذه الكلمات تشبه الكلمات التي قالها السفير التركي عندما استدعته الحكومة العراقية مرتين وقدمت مذكرة احتجاج ولم يكن جوابه سوى أن العملية ستستمر تركيا ماضية في استهتارها بالعراق والسبب ضعف الحكومة العراقية وعدم قدرتها على أن تؤمن بشعبها الشعب الذي أخرج قوات الاحتلال الأمريكي الشعب الذي سحق زمار داعش قادر على إخراج القوات العسكرية التركية التي ترابض حتى خارج أقليم كردستان اليوم في مناطق الحكومة العراقية لديها مجاوبتني مجاوبتني الحكومة العراقية لديها اطلاع بالعمليات التركية لذلك شفت إجاباتهم شفت يعني رئيس البرلمان عنده إجابة تكتفي دائما نعم تكتفي دائما بالشجب والاستنكار لسبب بسيط جدا أنها لا تؤمن بشعبها كأن العراقين ليسوا هم من هزم داعش وكأن العراقين ليسوا هم من هزم الاحتلال الأمريكي وبالتالي نحتاج إلى حكومة العراقية تؤمن بشعبها أولا وتؤمن بقدراته لكي تستطيع أن تستثمرها في مواجهة مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الاستهتار التركي لا يمكن أن يقف عند حد لأن هناك أطماع تركية قديمة منذ أكثر من مئة عام هناك أطماع تركية وما زالت مستمرة استغلوا حرب صدام مع الجمهورية الإسلامية وخلقوا منطقة الموت واليوم يبحثون عن المنطقة الآمنة هم يعتقدون بأن العراق كسوريا هم واهمون جدا بالمناسبة لدينا من القدرات والإمكانات على أن نهزم القوات التركية المتواجدة على الأرض العراقية جميل استاذ محمود بمسألة ليست صعبة كثيرا علينا المتحدث السيد محمود الربيع عصائب أهل الحق إذن لو انتقلوا للحدود استاذ يسولكم مشكلة بصراح لدي سؤال مهم جدا لماذا يريد البعض تصوير الأمر على أن تركيا تستهدف العراق يعني تركيا صحيح أن العمليات تجري في أراضي عراقية ولكنها أراضي حدودية نائية لا يوجد سلطة للجيش العراقي عليها تركيا فقط تحارب التنظيمات على العكس تركيا تقدم خدمة مشتركة لتركيا والعراق الحكومة العراقية هي مستفيدة من العمليات التي تنفذها تركيا هناك تنظيم إرهابي ينفذ الجرائم بحق العراقيين وبحق الأطراف ويرتخب هذه الجرائم ويستهدف الجيش العراقي ويستهدف الجيش التركي وبالتالي اليوم هذا التنظيم الإرهابي هو عدو للعراق وتركيا تركيا لا تستهدف العراق لديها علاقات أخوة وعلاقات تاريخية وعلاقات ثقافية وعلاقات اقتصادية ليس لديها أدى أدنى مشكلة مع الشاب العراق هذا الموضوع تكرر كثيرا لربما تداخل الحديث لا يقنج بي نتيجة يا سيدي تركيا ليس لديها أي مشكلة مع العراق على الاطلاق يعني كما ذكرت لديها كل الروابط مع العراق لا تستهدف الأكراد لتركيا 20 مليون تردي لا تستهدفهم الحكومة العراقية وبالتالي لا وجود لا تستهدف الأكراد من قبلنا طيب أستاذ محمود دعني أسأل شيء لأستاذ إسماعيل يعني قبل أيام اليوم اليوم وكالات الإذاعة الرسمية التركية اعترفت باستشهاد حارس أمني تركي متأثرا بإصابته في اجتباكات مع الارهابيين قبل أسبوع قبل أسبوع أصيب وما ذكرته بإعلامكم اليوم ذكرتوه معناه أنه أكو شيء مخبأ يعني أنه أنتو تريدون تردون هذا الغضب العراقي لا عندنا حارس مصابقة على الاطلاق يعذرني ربط غير دقيق في تركيا هناك عمليات عسكرية متواصلة الأمر ليس جديد ولا نتحدث عن حدث استثنائي يعني يوميا هناك عمليات ضد تنظيم بيكا كاليرهابي هناك قتلى من التنظيم العرابي يعني يوميا هناك خرق للسيادة العراقية الأصل الحديث أن هناك عمليات عسكرية تنفذ من تنظيم يتخذ من شمال العراق قاعدة عسكرية له لتنفيذ الهجمات ضد تركيا وتركيا ترد باستمرار هذه الهجمات تركيا اليوم لديها قرار حاسم بالقضاء على الإرهاب تركيا أنهكت من الإرهاب بالسابق ولديها مشاكل كبيرة مع الإرهاب حتى مع خرق سيادة دولة أخرى يعني؟ لا لا القانون الدولي ينص على ذلك طالما العراق لا يستطيع أن يفرض سيادته على كل مناطق أراضيه ومنع أي هجوم على الأراضي التركية يحب لتركيا بموجب القانون الدولي التدخل ومجابهة هذا التنظيم الإرهابي هذا القانون الدولي تركيا لا تبتدع شيء ولا تعمل بشيء مختلف إذا كان العراق اليوم يخرج ويستعد لتركيا ويقول لها نحن مستعدون للقضاء على الإرهاب تركيا تسحب قواتها أستاذ هيوة تفضل أستاذ هيوة تفضل سأسماعي القوات الإرهابية وزمار داعشية التي أدخلتها تركيا للعراق تمكن العراقي من القضاء عليها كيف بزمار تابع عليكم؟ أستاذ هيوة أستاذ محمود أرجع لك تفضل أستاذ هيوة تفضل أستاذ هيوة حديث يعني العالم كل تارك تركيا براحة تدخل هؤلاء إرهابيين هؤلاء إرهابيين هؤلاء خليل ننسى في سنجار من خانقين إلى سنجار أثناء الحرب على داعش كانوا متواجدين في الجبهات مع المقاتلين العراقيين الكرد والعرب في قتالهم لداعش لأنه وأصدروا بيانات متكررة وأعلنوا مرارا متكرارا أن داعش فيه خطر على كل المنطقة في حين كان أردوغان يقف موقف المتفرج على كل ذلك في العراق هذا من جانب القضية الأخرى من السهل أن تذهب وتقول أسمي إرهابيين إرهابيين وتوجد حقوق للشعب الكردي في داخل تركيا انظر إلى العراق الوضع الكردي اليوم موضوع يعني وضع بقانون بشكل قانوني في إطار دستور لو أعطيتني الربع ما يملكه اليوم كرد الأراق في دستور الأراق لانتفض كرد الأراق نفسه أم تسرهم قبل الآخرين لطرد حزب الأممال الكردستاني أنت في الداخل التركي تتحدث عن الأربعين نائب أكثر من عشرين موضوعات في السجون التركية هذه معلومات غير دقيقة يعني الدعاية شيء والمعلومات شيء هذه معلومات غير دقيقة هل لك أن تقول لي صلاح الدين دامرتاش أين هو الآن؟ آه معتقد بالسجن ولكن لا يوجد أربعين أو عشرين آن كما تتحدث من هو صلاح الدين دامرتاش؟ من هو صلاح الدين دامرتاش؟ هو الزعيم الحزب المدني الموجود يعني مدني ندخل في فرلمان تزاج في السجن فقط لأنه استخدم كلمات كردستان الرؤساء البلديات في دياربكر في ماردين في نصيبين في كدير الأمام استاذ هواء هذه مو قضيتنا الآن هذه مو قضيتنا أرجوك هذه مو قضيتنا الآن قضيتنا موضوعنا الاعتداء التركي على العراق لا قضيتنا الآن واضحة جدا استاذ هواء أرجوك استاذ هواء يتحدث استاذ إسماعيل أنه أنتوا كبلد كحكومة غير قادرين على ضبط حدودكم طيب إحنا ماذا نعمل؟ لا تدخلني في قضية كردية وغير ذلك هذه مو قضيتنا اليوم أرجوك المشكلة يا أخي هي ليست كذلك المشكلة أن وجود هذه الجماعة في داخل كردستان العراق كان بموجب اتفاق كما تفضل به الأستاذ 2013 صار هذا الاتفاق كان هناك أمل أن تستمر عملية السلام في داخل التركي وأن يوجد وضع خانوني لهم أرجوك استاذ هواء جاوبنا على إجابات سريعة أرجوك لحظة يا واش شوي أنت تنكر أنه العمال الكردستاني يسيطرون على سيدكان على منطقة سيدكان الآن وأكثر من موقع للعمال الكردستاني في هذه المسيطر في منطقة سيدكان هو الحزب الديمقراطي الكردستاني تم قصف هذه المنطقة أكثر من مرة من القوات التركية بسبب وجود مقرات للعمال الكردستاني فيها ننكر سيطرة العمال الكردستاني على مدينة سنجار الإدارة المحلية غير قادرة على اتخاذ أي قرار بسبب وجودهم ننكر هذا الشيء غير موجودي في مدينة سنجار والأخوة بالحشد يعرفون هذا الشيء بشكل جيد وجودهم في بعض المناطق في جبل سنجار وهذه قوة هي أصلا هي جزء من تشكيلات الحشد هم أكراد الإراق يزيديين من الإراق اسمهم هي قوات حماية شنغال هوياتهم إذا تروح عليهم هم هويات إراقية وناس مواطنين يعني هذه المعلومة الصحيحة أنه العمال الكردستاني يتقاضون رواتب من هيئة الحشد الشعبي في زمن أبو مهد المهندس دعنا نسأل أستاذ محمود الربيعي هذا الكلام صحيح أستاذ محمود أي كلام أستاذ عدنان أي كلام يتعلق بأن هناك تركي يستلم راتب من العراق هذا الكلام كذب ولا أساس له من الصحة الذي يتحدث عنه الأستاذ هوا هم أزيدين عراقيين من سكان سنجار وبالتالي هم متطوعين في الحشد حالهم حال باقي أصناف الحشد الحشد الشعبي أو الحشد العشائري الموجود في المناطق الغربية هذا الحشد في المناطق موجود وهم مرتبطون بهيئة الحشد الشعبي وتشكيلات مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة هذا الأمر معروف ولهم دور كان في مسألة مواجهة زمر داعش الحديث غير هذا الحديث عن البككة وعن الأتراك هذا لا علاقة له بهيئة الحشد هذه المجامع متواجدة بناء على ضعف مبني مركب الأول من حكومة قليم كردستان فهي لا هي تسمح للقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي والجهاز مكافحة الإرهاب بيتواجد في تلك الأماكن لحمايتها من الاحتلال التركي ولا هي تقوم بدورها كقوات حرس إقليم كبيش مرقي فبالتالي تركنا الأرض مفتوحة أمام الأتراك ونرى هذا الاستهتار التركي تجدد سلسلة من العمليات لا تنتهي الهدف الستراتيجي لتركيا واضح بالنسبة لنا هم يحاولون أن يتحدثون عن منطقة آمنة لكن هي في الحقيقة أطماع توسعية عثمانية أصيلة اليوم يحاول أردوغان إعادتها ويتحدث عنها بالإعلام ظهر وزير تركي وظهر هو أردوغان نفسه تحدث عنها بالتالي صورة الاستهتار التركية صورة المسيطرة على الموضوع بلد يريدون أن يحمون حدودهم أمنهم من يقال أنه يعدهم أطماع في العراق؟ سيد الكريم الحدود العراقية حين يدخل العثمانية بالقصة؟ الحدود العراقية يعني خلط أوراق وخلاص 1400 كم مع إيران و1000 كم مع السعودية ومع الكويت ومع الأردن ومع السورية لا نحتاج لحماية أحد أما أن يريد الأكراد أن يتمددوا ويحاولوا إعادة أمجاد السلطة العزمانية الله يخليك سيد محمود يعني هسا المصائب اللي نزلت على العراق من تركيا مو من الأردن والسعودية وسوريا يبدو أن ضيفكم لا يريد أن يعترف بحقيقة واضحة أن معظم العمليات التي نفذتها تركيا كانت بتنسيق مع الحكومة العراقية وحتى السرق يعني في غض النظر الحادث الأخير يتعلق من مقتل جمهور هو بكل تأكيد له اعتباراته الخاصة وبكل تأكيد تركيا سترد عليه ما موجود هو عبارة عن اتفاق تم إلغاءه في عام 2007 وأنا تحدثت عنه لا لا أستاذ محمود بس أطيني مجال شوي أي اتفاق مع الحكومة العراقية وهذا ما نطالب بالحكومة العراقية أي اتفاق مع الحكومة العراقية الحكومة العراقية استدعت السفير التركي استدعته بالسابق وتصدر بيانات إدانة كانت في السابق ولكن هي بالقنوات الرسمية وبالتعاون العسكري والاستخباري العراقية تفهم أن تركيا لا تستهدف العراق هي تستهدف التنظيمات الإرهابية الموجودة في جبال قنديل وغيرها وتدعم هذه العمليات في بعض الفترات كان هناك تعامل وتبادل استخباري ومعلوماتي لا لا يمكننا نتحدث فيها استاذ محمود أرجوك أو قد يكون تصرف لبعض المسؤولين العراقين الذين يذهبون إلى تركيا ولا يعودون بشيء أريد نقطة محددة استاذ محمود وصوت الشعب العراقي والإرادة العراقية التي انتهكت سيادتها وأريد قدمات عراقيين أريد نعرف إلى نقطة يعني استاذ إسماعيل يقول الحكومة العراقية تعرف الحكومة العراقية تعرف هذه نقطة مهمة جداً الحكومة العراقية لا تعرف وليس لديه دليل وهذا كلامه مجرد أقاويل يرددون هالأتراك أرجوك استاذ محمود وأنا أتحدى الأتراك أتحدى الحكومة التركية وأتحدى الأستاذ إسماعيل أن يظهر لنا اتفاقية مصادقة عليها دولية وأضاع في الأمام العمل ومستهدر يجييبك استاذ إسماعيل على هذا الكلام استاذ محمود شكراً إليك شكراً إليك تفضل استاذ europe العراق بلد ديمقراطي والاتفاقيات في العراق يجب أن تكون مصادقة من قبل مجلس النواب العراقي هناك اتفاقيات وهناك زيارات خاصة وهناك رد خجول وهناك رد خجول من الحكومة العراقية ورد متضارب من الحكومة العراقية رئيس مجلس النواب لم يعلق على الموضوع رئيس الجمهورية ما كتب بيان ترك الناتق الرسمي بإسمه يكتب بيان حسن الكعبي السيد النائب الأول أصدر بيان موقفنا متضارب أستاذ محمود أرجوك خلي أستاذ إسماعيل تحدث عن تحدي أنا قلت هذا في البداية قلت بأن أرجوك أستاذ محمود وضعف مركب هناك يتحمل أسباب حكومة تقليم كردستان والحكومة الاتحادية لكي توقف الاستهتار التركي يجب أن يكون هناك موقف جاد سمعناك كفايا أستاذ محمود خلينا نستمع لأستاذ إسماعيل أستاذ محمود يتحدث عن تحدي نحن هنا لست في تحدي وأنا لا أمثل موقف رسمي هنا أتحدث عن المعطيات الواضحة والجميع يعرفها تركيا تنفذ عمليات ليس اليوم بشمال العراق هي تنفذ منذ فترة طويلة أستاذ هوا أرجوك أشكال العراقية تنفذ منذ فترة طويلة عمليات وكان هناك اتفاقيات أرجوكم أستاذ هوا أستاذ محمود يعني خليكمل الحوار خلينا نستمع لأستاذ إسماعيل أرجوكم الوقت جاي لك أستاذ هوا أستاذ عدنان عفوا عندما تستطيع أن تسيطر على الحوار مع أستاذ إسماعيل هو تركت الرجل يحكي هو الرجل حجي غير يحكي حتى سيطر على الحوار منذ أن بدأت الحلقة إلى الآن لا يترك أحد يتكلم هو يقاطع الجميع يا رجل حلقة موثنقة الجمهور سيخكم على ما تقوله ما أقوله هنا أن تركيا هذا الأمر ليس جديد تركيا لا تنفذ عملية استثنائية خارج السياق تركيا منذ عشرات سنين تنفذ عمليات عسكرية محدودة ضد تنظيمات الإرهابية على الجانب العراقي من الحدود هذا الأمر ليس جديد الكثير منها كان في إطار القانون الدولي والكثير منها كان في اتفاقيات ثنائية مع العراق حصلت زيارات سياسية وعسكرية وعلى مستوى الاستخبارات وجرى هناك تنسيق وتعاون استخباري والحكومة العراقية قدمت معلومات كثيرة لتركيا لمساعدتها في الحرب على هذا التنظيم هذا عبع للعراق أيضا الحكومة العراقية تريد أن تتخلص منه لا تريد أن يبقى هذا التنظيم الإرهابي يشكل عبع عليها بالنهاية اليوم محاولة تصوير الأمر أن تركيا تستهدف العراق أو تستهدف الشعب العراقي هي محاولة بأسة غير حقيقية وليس لديها دعايم على الأرض تركيا ليس لديها أطماع وليس لديها عداوة هذا يهدد العلاقات بين البلدين تركيا لا تريد أن تهدد العلاقات والدليل أنها لم تصرح حتى الآن هناك اتصالات بكل تأكيد هناك اتصالات على المستوى ظاهر أستاذ إسماعيل أنت لم تابع السوشال ميديا العراقية هناك غضب عراقي كبير حول هذا ترند الاستبداد التركي لازم نفهم هذا الشيء بشكل جيد نسيحينها الدكتور العبادي وكيف تعامل معه هكذا يخر بالحلقة أرجوك أهدأ شوي أستاذ إسماعيل هناك غضب عراقي كبير هناك شعور عراقي أن تركيا تستبيح السيادة العراقية لا يوجد مبرر ياصر لا يوجد مبرر ممكن التعاون مع الحكومة كيف تفسر لي لحد الآن الحكومة التركية ترفض طلبات الحكومة العراقية دعونا نتحاور ياصر دعونا نتحاور خليه نقعد نشوف وين مشاكلنا ونتحاور الحق من لغى الزيارة تركيا تريد تتحاور وزيارة وزير الدفاع كانت للتحاور ومناقشة يعني أنت تضرب وتروح تزور المهم اليوم بكل تأكيد من حق العراق أن يغضب ومن حق الشعب العراقي أن يغضب تركيا اليوم لا هي لم تصدر أي بيان حتى الآن رسميا أنا تقديري الشخصي وهنا أنا في موقع محلسي تقديري شخصي أن تركيا لديها اتصالات سيرية من العراق وتجري تحقيق فيما حصل وإذا كان هناك خطأ فيما يتعلق باستهداف الجنود العراقيين تركيا ستقوم بكل ما هو لازم لتنافي هذا الأمر نقطة مهمة أخرى فقط المهم في التاريخ تركيا تاريخيا خلال السنوات الماضية والأشهر والأسابيع والعقود الماضية هل كان لديها استراتيجية باستهداف الجيش العراقي على الإطلاق يا أخي تركيا لم تستهدف على الإطلاق سابقا الجيش العراقي وبالتالي الخلط غير مفيد استهداف التنظيمة الإرهابية يمكن تعتبر انتهاك للسيادة العراقي يمكن أن تناقش فيه أما أن تعتبر أن تركيا لديها منهجية باستهداف الجيش العراقي على الإطلاق ليس لديها أي مشكلة أو عداء وهذه حادثة استثنائية وسيتم معالجتها وتركيا ستصدر التصريحات وسيقوم بكل ما هو لازم في هذا الإطار أستاذ أنا أستاذ شنو طفتك يا رباية منك ساد عدنان اسمح لي بمداخلة ساد عدنان يلا خلي يحجز خلي يحجز ساد يوا هاي شي كل صورة رومان شيء أكبر هاي ساعد 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 يعني أنا اللي أستغرب منه أنه الحديث أنه تركيا لم تستهدف العراقيين أو الجيش العراقي لحد الآن وطول هالفترة صار أكثر من في كل مرة شنبي الجيش التركي سوي عملية في مناطق كل ساد عراق يستهدف مدنيين يستهدف تستهدف قرى للمدنيين تصير الكثير من العمليات صلوات و رجعت 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 تصير كثير من هاي العمليات ضد المدنيين ما يصير لا استنكار لا اعتذار لا شيء حاليا هسا اللي نشوف اللي بيسبعت مقتل أو تشهاد الضابطين للعراقيين صارت هاي القصة واليوم ويتم الحديث معروف إذا كنت تجتمع الأستاذ إسماعيل يقول لك مو من استراتيجية الجيش التركي استهداف الجيش العراقي أوكي كل زيد أستاذ إسماعيل هو يقول عن نفسه أنا محلل سياسي وين حديث الجيش التركي احنا اليوم نعيش في عصر السوشيال ميديا مر أكثر بن 24 ساعة على هاي القصة وين عادة لما لما قتل مسؤول الميت في أربين دقائق وراء الحادث حكومة الأقليم أصدرت بيان والحكومة العراقية أصدروا بيان بأنه أحنا هذه مو من سياستنا وقد تم تقديم الاعتذار واتعاونوا وقلقي القبض على الذين افهموا بالعملية وسلوا زجوا من السجون وسلموا البقية إلى تركيا وين هذا التجاوب التركي أصال لأربع أكثر من 24 ساعة قاتل الضباط كبار عراقيين ولحد الآن ولا كلمة يسمع حزمان مدى نسمع أي شيء يعني أكثر من هذه الإهانة قبل أن تقل أستاذ محمود أرجوك جاوبنا على هذا السؤال طيب الإيرانيين أيضا يستهدفون أربيل كويس انجاك استخدفوها شو ما شفنا رد الفعل هذا لا بالحكومة ولا عدكم في أربيل طيب ليش لا في أربيل صارت فعل المشكلة يا أخي أنا أتحدث حكومة الإقليم وحكومة طغداد والكتل السياسية أيضا اللي إلها يات مع إيران أو مع تركيا لا توجد اليوم إطاغ أو تعريف للمصلحة العراقية العام لأنه تشوف البعض يقول يشوف نفس إيران ما الفرق بين الاستهداف الإيراني والاستهداف الترك أستاذ هيوة لا فرق أبدا يعني نفس الشيء الفرق بين الاستهدافين هو في ردود الفعل العراقية نسمع الكثير من ردود الفعل القوية ضد الآخرين أو حتى استهداف سيد خاصم سليماني وأبو مهد المهندس كل هذا المشكلة يا أخي اليوم العراق أرى العالم بأنه دولة هشة بإمكان أي واحد عنده تصوية حساب مع أي مجموعة يأتي بها إلى العراق ويصفي حساباته معهم ماكو أي رجوع الحقيقي من العراقيين يعني لا حكومة ولا هذا يعني تفضل تفضل استكار شجب وهذه خلص هذه خلص أستاذ محمود الربيعي ما الفرق بين الاستهداف الإيراني لأراضي كردستان وبين الاستهداف التركي ليش صدرتوا بيان عن الهجوم التركي ما تصدرون بيانات عن الهجومات الإيرانية هم يضربون وأيضا نفس التبريرات التركية نفس التبريرات يقولون نريد نحافظ على أمن هذا شكل خطر علينا ونضربهم فضل أنا أعتقد بأن العملية عملية كويسنجاق ليعطيك معلومة عملية كويسنجاق كانت بالتنسيق مع حكومة تقنيب كردستان لاستهداف شخصيات معينة لم تستطع حكومة تقنيب كردستان ولا حقتها وتسليمها لإيران وبالتالي العملية تنسيق بين طرفين لم تجد ردة فعل قوية ما حدث في كلام الأستاذ إسماعيل وما حدث من الاعتداء التركي يستدعي منا روحاً عراقية أنا أعتقد بأن الحكومة العراقية لا تخلص من هذه النقلة أستاذ محمود ليس هذه الحكومة طوال الحكومات السابقة أستاذ هوا الاستهداف الإيراني بالتنسيق مع حكومة كردستان هذه معلومة جديدة لا الصاروخ اللي أطلق أو الصواريخ اللتي أطلقت كانت من داخل إيران إلى العراق فصاروخ إذا أكو تنسيق وماكو تنسيق مع حكومة مو يوقف بالسماء ويشوف إذا أكو تنسيق يالله ينزل الصاروخ هم ضربوا تم إعلان وهذا الصاروخ نائب رئيس الحرس الثوري أذكر ببته في تصريح قال هذه الصواريخ هي رسالة لقوى الغدر الدولية وحتى نشوفهم إنه إمكانيات نشكل يعني كانت عملياً رسالة إيرانية إلى أمريكا برأس الكردي طلعت وخلص ماكو لا حكومة تفضل ولا الآخرين يعني هذا مدى حتى حكومة تفضل جواب استاذ هيو محترم بالنسبة لي لكن ما يعرفه هو غير ما يعرفه أنا أنا أعرف بأن حكومة إقليب كردستان لم تصدر رفضاً أو بياناً رسمياً لهذه العملية لأنها تعرف أبعاد هذه العملية هذا أمر وأنا أطالب بالحفاظ على مركزية الموضوع أنا قلت بأن أي استهداف سواء إيراني أو تركي هو مرفوض ما أريد أن أتحدث عنه قضية واحدة مهمة جداً محاولات الأستاذ إسماعيل والتي تعبر عن السياسة التركية في العراق للفصل ما بين الجيش العراقي وما بين العراقيين الأكراد الذين يعيشون ستين قرية تم تدميرها من قبل القوات التركية المتواجدة الآن على الأرض العراقية تم تهجير هذه المناطق وتم إعادة إلى الذاكرة منطقة الموت التي صنعتها حكومة كنعان أفرين مع نظام صدام حسين في ثمانيات القرن الماضي لخلق منطقة آمنة وإخلاءها من سكانها اليوم ما يحدث هناك احتلال تركي هناك مناطق عراقية شاسعة وواسعة هناك قرابة عشرين قاعدة عسكرية تركية على الأرض العراقية هناك خمسة وأربعين إلى سبعة وأربعين مقر عسكري تركي متوزع على خارطة كردستان والمناطق العيش المشتركة التي تسمى المناطق المتنازح عليها ما نتحدث عنه أن الحكومة التركية لا تراعي شيء اسمه حسن جوار ولا تراعي أننا بلدان مسلمان ولا تراعي شيء من حقوقنا على بعضنا وبالتالي تستهتر وتستغل مؤفد حكومة عراقية أنا أعتقد بأن خلل عراقي داخلي من شاوه الحكومة الاتحادية وسلوكه ومن شاوه حكومة تقليل كردستان يجب إيقاف الاستهتار التركي عند حد لأنه قد وصل إلى دماء القادة العراقيين وقتل كثير من الأبرياء وهدم ستين مدينة واليوم هناك مطار عسكري كبير هناك دعوات داخل العراق لتدويل الهجومات التركية على العراق خلينا نسأل أستاذ إسماعيل حول هذا الموضوع حتى الجامعة العربية تحدثت عن هذا الموضوع أنه إحنا ممكن ندعم العراق بتدويل الهجومات التركية على العراق أنا أنا على ثقة أنه سيتم احتواء هذا الأمر عندما تتضح التحقيقات النهائية سيتم احتواء هذا الأمر تركيا ليس هدف التصعيد على الإطلاق كضيفكم يتحدث عن استهداف للشعب العراقي أو أكراد العراق أو غيرها هي معلومات غير دقيقة على الإطلاق تركيا لا تستهدف الشعب العراقي كشعب ولا كالجيش العراقي هي تستهدف فقط خطر التنظيمات الإرهبية تركيا لا تستهدف لكنها تقتن الناس في قراهم وتجري تقوم باستهدافهم هناك يا أخي لا تستهدف يا أخي والله ليس جميل الموضوع المقاطعة بالحلقة غير جميل يعني يشوش على المستمعين بس اللي يريد يقول أستاذ محمول هي أهم شيء جميل وغير جميل كيف تبرر عدم الاستهداف وإحنا عندنا ضحايا في كل هجوم تركيا عندنا ضحايا ينتر هناك على الرسم العراقي بوجود ضحايا سلمنا بهذا الأمر ولكن نتحدث بنقطة أعود إليها سأكرر هل هناك منهجية لتركيا باستهدافة جيش العراقي على الإطلاق يا أخي لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق في السابق وبالتالي اليوم نتحدث عن أمر مختلف أستاذ محمول أرجوك أرجوك بالنهاية تركيا لديها جانب قانوني والعراقي لديه جانب قانوني أيضا تركيا لديها جانب قانوني الدولي يتيح لها حماية حدودها في حال وجود خطر وبالفعل يوجد خطر وتنظيم إرهابي يهاجب والعراق لديه ما يتحدث به فيما يتعلق بالسيادة أنا ما أقصده ليس من المناسب لنا كضيوف سوى مهما كنا هنا أن نتحدث عن من أقدر بالرد العسكري ومن أقدر بالتوتير أعتقد أن المنطقي أكثر هو ما يتعلق بالحوار وتفاهم مطالب كل طرف تركيا تتفاهم مطالب العراق وعلى الدوام كان هناك اتصالات دبلوماسية واستخباراتية وعسكرية وعلى كل المستويات كانت تركيا لديها اتصالات تركيا دائما وقفت مع العراق وقفت معها بالحرب على تنظيم داعش الإرهابي وقدمت له المساعدة العسكرية وقدمت له المساعدة في الحرب على التنظيمات الإرهابية قدمت استعدادة لإعادة تعمار العراق والمشاركة فيه يعني تركيا والعراق بينهم روابط كبيرة جدا وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الثقافي لا يوجد عداوة تصوير الأمر أن هناك عداوة لا يوجد مشكلة ما الذي تقدر عليه الحكومة العراقية غير هذا الاستنكار ممكن يقطعون العلاقات التجارية والتبادل السياسي يعني التمثيل الخارج بين العراق وتركيا ممكن تلجأ الحكومة العراقية لهذا الشيء طبعا لا خلاص هذه بيانات استنكار طلقت من الحكومة من المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة وانتهى الموضوع يعني اليوم نتحدث في برنامج آخر عن احتمالات العراق الأخرى يعني كان على الأقل أنت كل مرة تستدعي سفير السفير يضحك يأخذ سلمة مذكرة الاحتجاج يخليها يمع على المز يتزهل أردوغان أردوغان يخليها بسلة المهملات هذه يعني كل مذكرات الاحتجاج العراقية التي ذهبت هذه كان نتيجتها على الأقل يعني كان بإمكان العراق اليوم أن يسحب سفيرة يسأل حكومتك يا سيد أي حكومة يسأل حكومتك عن هذا التصرف يسأل حكومتك ليش بهذا المستوى هذا ما أقوله يا أخي هذا نشغيل إذا أقول هو هاي الحكومة هي يعني أردوغان لا يهتم يعني بأمر الحكومة العراقية سواء في إقليم كوردوسانا أو في بغدان هذا واحد بإمكان العراق إذا كانوا حقيقة جديين في قضية أنه القول لتركيا بأنه ما تقدر أنت كل ربيع وكل خريف تجي على المدنيين تهدم بها القرى تقتل بها المدنيين وكأنه شيئا لم يكن وكل ربيع كل سنة عيدة طب بالمناسبة جزء كبير من هذه العمليات التي تصير إذا تابع الصحافة الفركية هي جزء كبير منها فساد بعض الجنرالات هذه المصروفات والعمليات العسكرية يعني بها شيء كبير من الفساد لتبرير صرف أموال طائلة في العمليات فبس هي على حساب العراقية العراق بإمكانها أولا بإمكانها أن يهدد لعملية بسحفة قطع العلاقات الدبلوماسية على الأقل التجارة إذا كان هناك بداء الأخرى لبضاعة تركيا ليش؟ تقوم بكل هذه العمليات تركيا وإحنا كل سنة ننطيهم ما يقارب 16 مليار دولار لصالح كردستان يعني حجم التبادل التجاري 16 مليار لصالح كردستان كل هذه أوراق بيد العراقيين ولكن يبدو أن الحكومة العراقية أستاذ هوا لا تحدثني عن أوراق الحكومة العراقية حدثني عن أوراق حكومة كردستان نفس الشيء نفس الشي يا أخي أخجل من الحكومة العراقية يبدو عندهم تجارة نفط وما نفط وقضايا أخرى ما بدأ نفتهمها مع بلال هذا الشيء اسمه النسيب أردوغان موجود هو وبعض القادة المسؤولين هنا عندهم ألف حسبة ما يعرف بها الناس ما يعرفون بها ولهذا يعني ما ماكو ردود الفعل العراقي الكردية فجولة جدا يعني حاله محال بغدار خليني أسأل شيء الأستاذ محمود الربيعي هذا مستشار الكاظمي السيد هشام داود يتحدث يقول لن يكتف العراق بالاستنكار ما هو الإجراء ما هو الإجراء الذي يلوح فيه السيد الكاظمي أنا أتمنى على السيد الكاظمي ابتداء أن يطرد السفير التركي من بغداد أنا أعتقد بأن هذا الإجراء على الأقل سيكون خطوة أولى على الطريق الصحيح لسلوك دبلوماسي يكفي البلدين شر الحرب ويعرف تركيا بأن العراق بلد المسيادة ماذا لو غدا؟ وله كرامة ودماءه العزيز عليه خصوصا دماء القادر معاك والقرى التي تدمر هي قرى عراقية وبالتالي يجب الحفاظ عليها معاك ماذا لو إيران؟ الكشكل الكبير التي يعاني من العراقيين ماذا لو إيران غدا؟ شيء الوحيد الذي يجعل الناس تنتبه لهذه القرية ماذا لو إيران أستاذ محمود غدا ارتكبت ما ارتكبته تركيا؟ تركيا تطالب بطرد السفير الإيراني؟ نتصرف مع إيران كما نتصرف مع تركيا ومع السعودية ومع سوريا ومع الأردن هذا العراق عراقنا وهو بلدنا وسيادته فوق كل شيء ودماء قادته هي أعز الدماء وبالتالي قرى هي أعز القرى وبالتالي نحن قدمنا دمائنا من أجله ولا نرضى لا لإيران ولا لتركيا ولا لسوريا ولا للأردن ولا للسعودية ولا للكويت أن تحتدي على العراق جميل خليني أسأل أستاذ إسماعيل أسف جدا أنا بتقديري أنا بتقديري أن جميع الضيوف اليوم سيتحققون مما ستقوم في تركيا ليس من موقع معلومة ولكن من موقع فهم لفلسفة التعامل تركيا مع العراق ونظر تركيا والعراق وطبيعة العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين أن تركيا في حال كان هناك خطأ عسكري نتج عنه هذا الحادث أو أي ظروف معينة ستقوم تركيا بكل ما هو اللازم لمساعدة الحكومة العراقية لتلافي ما حصل تركيا ليس هدفها الدخول في صراع مع الحكومة العراقية أو الدخول في خلافه وحديث ضيوفكم عن ما يتحدثون عنه طرد السفير أو عقوبات اقتصادية لا أحد نظرية العقوبات غير مجدية العراق يعقب نفسه عندما يقطع العلاقات التجارية ممكن تنتهي العلاقات التجارية بين البلدين ربما تزالى تركيا ولكن يقدر العراق أكثر ولكن من موقع المسئولية لجميع الأطراف لا نتحدث عن من أقوى عسكريا ومن أقوى قادر على فرض عقوبات على الآخر المنطق اليوم هناك كيف سيتم التعامل دبلوماسيا ويحترم تركيا ما جرى وتقديم رواياته الرسمية عقب ذلك عقب انتهاء التحقيقات والوصول إلى حل وسط ربما لا يعود من قتد دائما تحصل حوادث بين الدول ولكن تركيا ستقوم بكل ما هو اللازم تركيا اليوم تأخرها في التصريح ليس تهميشا للعراق وليس تصغيرا للعراق وإنما ربما هناك بعض التحقيقات العسكرية التي لم تصل إلى نتائج نهائية بعد ربما نتفاجأ جميعا برواية أخرى ونكتشف أن ما حصل لديه رواية مختلفة تماما ربما العراق يكون مطالب بتقديم رواية وتوضيح كيف أن ضباط من الجيش العراقي كانوا مع ناصر إرهابية وبيكاكا هذا الأمر غير واضح لماذا نستبق كل هذه الأمور ونتحدث عن ما أقوى حسنا هذه قناة لدى الجانب التركي أنه ضباط من الجيش العراقي كانوا مع البكاكا يعني هناك روايات في هذا الإطار ومصادر عراقية تحدث عن ذلك أنا لا أؤكد شيء ولا أنفي ولكن أدعو الجميع لكي ينتظر أكثر ويرى نتيجة التحقيقات النهائية وبكل تأكيد قطعا وأنا أقدم قطعا لكل ضيوفنا تركيا ستصدر رواياتها بالنهاية يعني تركيا لن تتجعل الأمر ولن تصدر شيء بكل تأكيد ستصدر رواية رسمية تركيا وإذا كان هناك خطأ هناك سيكون اقتصار وإذا كان هناك مسؤولية عن جانب العراق سيكون العراق مطالب بتقديم توضيع ولكن يجب أن نتحدث في هذا الإطار ولا نقفز لكي نتحدث عن من أقوى عسكريا وعن العقوبات يعني الأمر ما الذي يمنع استاذ هيوة ما الذي يمنع الحكومة العراقية أنه تفتح قنوات تواصل مع الحكومة التركية في هذا المجال يابا تعالوا عندنا نحن خمس اتفاقيات ثلاثة قبل 2003 ووحدة بعد أعتقد اثنين بعد 2003 شن اللي يمنع نعقد اتفاقية جديدة مع الجانب التركي ونخلص من هذه القصة وهذا ما يتم المطالبة به خاصة في اتفاقيات قبل 2003 صارت بعضها يعود إلى زمن كنعان إفرين يعني قبل البككة حتى هذه الاتفاقيات موجودة والمستهدف منها كان كرد العراق في ذاك الوقت كان اتفاق بين صدام وبين حكومة تركية لاستهداف الكرد في هذه المناطق الجبلية اليوم تركيا تستخدم نفس هذه الاتفاقية القديمة هذه الاتفاقيات كلها أكل عليها الدهر الشرب وهي تستخدم فقط كحجة من قبل تركيا للتوغل في المناطق الكردية في مناطق العراق بشكل عام في كل سنة العراق فاليوم وتتم الكثير من المطالبات بالذهاب إلى الأول من قبل برلمان أو إصدار قرار بالبرلمان بإلغاء كل هذه الاتفاقيات ويعادت التفاوض مرة أخرى بس يبدو أن أيضا لحد الآن الأتراك لا تطارب بعض المطالبات في السابق حسب علمي بس لم تكن هناك أي استجابة أو تجاوب من الجانب التركي لأنه هذا الوضع الحالي هو بس خلي خلي شعب كردستان يفصل بين قضية كردستان وبين قضية الشعب العراقي يعني حتى نحدد هذا الشيء هذا مشكل كبير أستاذ هيو عثمان هاي مشكل كبير أنه نعمل عاطفة بس عندنا حدود لازم نحترمها دقيقة يا أخي وأنت لا تخلطوا الأوراق بهذه الطريقة الموجودين أكراد تركيا في كردستان للعراق أولا هم لاجئين اللي تشوفوا مثلا فيه مخمور مخمور جنوب أربين في مناطق المئة واربعين تجي الطائرات التركية وتقصف هناك وهو مخيم للاجئين تماما كما وضع المخيمات الفلسطينية مخيم هو مرتع للتنظيمات الإرهابية هناك لم يعد مخيم ناجئين على الإنسان تماما كما يتم الحديث كان يتم الحديث عن مخيمات الفلسطينيين في سوريا مخيم اليارموك في دمشق وفي بيروت صبره وشاتين ومناطق الأخرى ويريدون نفس هذا العداء الإسرائيلي اللي كان لأي فلسطيني في أي مكان يراه الكرد يراه معينهم ومن يقدر يا أخي يعني ما يقدر الكرد أي واحد تجيب يعني شي ريد خلينا أخذ 20 مليون كردي في تركيا لو تريد تركيا أن ت دعون موقف الكاظمي في هذا الهجوم بس أنتوا كنتوا داعمين لحكومة عادل عبد المهدي اللي في وقتها أيضا كانت هجومات تركية عجيب هذا الموضوع أستاذ محمود نحن ندين عبد المهدي والكاظمي والإعبادي والمالكي والجعفري وصدام وكل من يقصر في ردع الانتهاكات على بلدنا هذه ما تقوله غير صحيح أستاذ عدنان ما أريد أن أقوله أنا أعتقد بأن حادثة الانتهاك الكبير للدماء والسيادة العراقية التي حدثت أمس أعطتنا صورة واضحة عن طبيعة تركيا وكيف تريد أن تتعامل مع العراق أنا أقول للأستاذ اسماعيل ومن خلاله للحكومة التركية والشعب التركي والشعب العراقي إذا كان الأتراك فعلا لا يستهدفون للعراق ويرغبون بإقامة علاقات طيبة وهذا ما نريده فعليه من السحاب للعراق بأسرع ما يكون هناك عشرة آلاف تقريبا عشرة آلاف مقاتل تركي موجودين على الأرض العراقية الآن خارج إقليم كردستان هناك ألف مقاتل في سهل نينوى في بعشيقة يتواجدون مع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة شكرا إليك أستاذ محمود الربيع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون استغلوا سيطرة زمر داعش على المرطقة ودخلت هذه القوات التركية بحجب مقاتل الداعش وأيضا أشكر بضيفي في الإستودي اسماعيل كاية محلل سياسي التركي شكرا لكم وشكرا لمشاهدين على المتابعة نلتقيكم يوم أغل شكرا لكم